موسيقى قال الرئيس الأوكراني فلاديمار زلانسكي أن بلاده تبدل قصار جهدها لإنشاء محكمة خاصة بشأن ما وصفه بالجرائم الروسية وأضاف زلانسكي أن كييف اتخذت عدة خطوات جديدة لإعادة العدالة إلى أوكرانيا والتقديم جميع المسؤولين عن هذه الحرب إلى العدالة وشيرا إلى أن هناك تعاون مع العديد من الدول والمنظمات الدولية منها المحكمة الجنائية الدولية بهذا الصدد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أن الاتحاد الأوروبي يقترح إنشاء محكمة خاصة بشأن جرائم الحرب في أوكرانيا تدعمها الأمم المتحدة وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية وأبدت فوندرلاين استعدادها لبدء العمل مع المجتمع الدولي للحصول على أوسع دعم عالمي الممكن لهذه المحكمة المتخصصة وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن طرق لاستخدام الأموال الروسية المجمدة لديه لدفع تكاليف أضرار الحرب التي يشنها وأستخدامها في إعادة الإعمار بأوكرانيا يوصل وزراء خارجية الدول حلف شمال الأطلسي ناتو تجتمعهم في العاصمة الرومانية بوخارست وذلك لليوم الثاني لبحث الأزمة الأوكرانية ويبحث الوزراء اليوم سبل زيادة الدعم للشركاء الذين قال المسؤولون إنهم يواجهون ضغوطا روسيا ويسعى الوزراء إلى تهدئة مخاوف الدول المجاورة لروسيا والتي تخشى أن تزعزع موسكو استقرارها في ظل استمرار الصراع في أوكرانيا الذي يؤثر على إمدادات الطاقة ويرفع الأسعار وتعهدت دول الحلف بتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا لإصلاح الأضرار الشديدة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة جراء القصف الروسية فيما قال الأمين العام للحلف يانس ستندلبرغ إن موسكو تستخدم طقس الشتاء البارد كسلاح حرب وفي الأثناء أعلن وزير الدفاع الروسي سرجيش ويجو أن بلاده تتجه لبناء القوة النووية الاستراتيجية العام المقبل وقال وزير الدفاع الروسي أنه سيتم زيادة مخصصات تمويل وزارة الدفاع بنحو 150% العام المقبل مشيرا إلى أنه سيعمل على إدخال أسلحة متطورة وحديثة في العملية العسكرية بأوكرانيا وكشف شويجو عن اختبار موسكو طرقا جديدة لاستخدام القوات الصاروقية والمدفعية والطائرات المسيرة في أوكرانيا إلى هذا هدد الجيش الروسي باستهداف الأقمار الصناعية المستخدمة في أوكرانيا والتي وصفها بأنها شبه مدنية هذا وقد حذرت الخارجية الروسية من إمكانية استهداف الأقمار الصناعية المدنية التي تستخدمها الدول الغربية لدعم القوات الأوكرانية واتهمت الخارجية الروسية الدول الغربية باستخدام البنية التحتية الفضائية المدنية من أجل تنفيذ مهام قتالية لقوات كييف من بينها تحديد مواقع ومصارات حركات القوات الروسية والتحكم بالمسيرات وتوجيه قضائف عالية الدقة كما أشرت إلى أن هذا استخدام الاستفزازي للأقمار الصناعية المدنية يثير تساؤلات نظرا لأن معاهدة الفضاء الخارجية تقضي باستخدامها في المجال السلمي فقط وعلى الصعيد الميداني قال الجيش الأوكراني أن القوات الروسية قطفت 16 قرية على خطوط التماس في مقاطعة زبورجيا جنوبي البلاد بصواريخ S300 وأكد الجيش الأوكراني أنه تمكن من صد عدة هجمات على أكثر من محور في المقاطعة وأكد تجدد القصف الروسية على محطات المياه في مقاطعة ميكولايف جنوبي البلاد قال حاكم منطقة كورسيك روسية أن القوات الأوكرانية قصفت محطة كهرباء في عدة هجمات على منطقة كورسيك ما تسبب في بعض الانقطاعات بالكهرباء وقال حاكم المنطقة أن بسبب هذا تم انقطاع مزئي في التيار الكهربائي في مقاطعي سجا وكرنيبو هذا ولم تسجل وقوع أي أصابات أو وفيات قراء القصف قالت بريطانيا أنها وافقة من حيث المبدأ على اتفاق للتجارة الرقمية مع أوكرانيا وهي أول اتفاقية من نوعيها للندن في شرق أوروبا يتيح الاتفاق خصوصاً لأوكرانيا الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجهود أعادة الإعمار وكذلك تأمين تعاون أكبر في مجال الأمن السيبراني والتكنولوجيا الناشئة كما سيمكن الاتفاق الشركات الأوكرانية من التعامل تجارياً بشكل أكثر فعالية وأقل كلفة مع بريطانيا كما سيوفر إطاراً يتيح تحسين التوافق بين أنذمة الهوية السحابية بحيث يمكن للأشخاص إثبات هويتهم في حال فقدوا أوراق الثبوتية أو اكتازوا الحدود ترجمة نانسي قنقر